وصل إلى المملكة اليوم 180 أردنياً من فلسطين المحتلة عن طريق جسري الملك حسين والشيخ حسين وذلك ضمن المرحلة الثالثة لإعادة الطلب الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج التي تنتهي يوم الأربعاء مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد مازن الفراية قال في تصريح صحفي إنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي على جميع العائدين في الفنادق المخصصة لهذه الغاية ولمدة 14 يوماً وأضاف أنه سيتم فور انتهاء مدة الحجر الإلزامي تطبيق الحجر المنزلي عليهم لمدة أسبوعين باستخدام نظام الأساور الإلكترونية وتستعد الحكومة لبدء المرحلة الرابعة لإعادة الأردنيين من الخارج والتي من المتوقع أن تبدأ في العاشر من الشهر المقبل